الصياد هي المنشطة الأبرز في التطورات الأمنية والعسكرية تفضل ما هي هذه المسيرة التي حاولت استهداف منزل نتنياهو؟ أن مسيرة صياد 107 التي استعملت سابقا في استهداف مركز لواء جولاني وأحدثت به خسائر كبيرة من قتلى وجرحة ودمار استطاعت اليوم أن تصل إلى منزل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نتنياهو وهو يعد هذا إنجازا كبيرا لحزب الله والاستناعات العسكرية الإيرانية حتى لأنه بعملية مركبة طبعا أطلقت عدة صواريخ من متوسطة وطويلة المدى أغرقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تسللت بعدها أو خلال هذه العمليات إطلاق الصواريخ ثلاث مسيارات إلى أهداف محددة لها ضمن أراضي فلسطين المحتلة فتم التصدي لإثنتين أو واحدة تم التصدي لها الثانية وقعت في أماكن مفتوحة والثالثة وصلت إلى هدفها إلى منزل بن يمين نتنياهو طبعا أن هذا يعد إنجاز كبير لحزب الله لأنه استطاع الوصول إلى قلب الإسرائيل يعني أعذرني رح أداخل معك سيادة العميد ولكن قبل الحديث فعليا عن هذا الإنجاز الذي يعتبره البعض ربما إنجاز البعض الآخر يعتبره محاولة عبث ربما وليست في مكانها ولكن بغض النظر نتحدث من ناحية عسكرية هذه المسيرة كيف لم يستطعوا فعليا اعتراضها؟ نتحدث عن قوة مثل إسرائيل القبة الحديدية المنظومات الدفاعية المنظومات الردعية هذه المسيرة هل هي خطيرة لهذا الدرجة أنه لا يستطيعون ردعها؟ سيدتي لدى إسرائيل أربع منظومات دفاع جوي هي القبة الحديدية ومقلع داود وآرو واحد واثنين والباتريوت والآن أضيف إليها منظومات ساد التي هي الأحدث في العالم أن المسيرات هي السلاح الخطير الذي يستعمل في الحروب في عصرنا الحديث إن كان في أوكرانيا وروسيا أو الآن بين إسرائيل وحزب الله وإيران المسيرة لماذا هي سلاح خطير؟ لأنها تستطيع أن تتلاعب بالدفاعات الجوية أولا علينا أن نعرف أن الدفاعات الجوية جميع الدفاعات الجوية في العالم لا تستطيع التصدي لأي مقذوفات جوية إلا بنسبة 90% في الحد الأقصى وبين 85% و90% أي أن هناك 15% إلى 10% من المقذوفات ستصل هذا أولا ثانيا طبيعة هذه المسيرة خاصة عفوا هي مصنوعة من مواد قليلة لا تعطي بصمة رادارية وبصمة حرارية كبيرة على شاشات الرادار ثانيا أنها تطير على علوم خفض جدا الدفاعات الجوية عادة عندما تلتقط أهداف مثل الصواريخ الصاروخ لا يغير مسره فهو ينطلق من نقطة معينة ويتبع مسار معين ويصل إلى نقطة محددة وتستطيع الرادارات اكتشاف ومعرفة إلى أين سيسكت هذا الصاروخ لأن لديه مسر محدد لا يوحد عنه إنما المسيرة هي تبرمج مسبقا أو يتم تشغيلها وتسيرها من قبل مشغل تستطيع أن تبدل في مسارها عدة مرات وليس مرة واحدة فقط يعني على الطريق لنبسط الأمور أثناء سيرها وأثناء طيرانها تستطيع أن تنحر فيمينا وشمالا وهبوطا وسعودا أن تغير طريقها هذا واحد ثانيا هي تستطيع أن تسير تحلق على علوم منخفض جدا أيما يعني كي يكاد يلامس الأرض وطبيعة الطبيعة في لبنان الطبيعة التلال والوديان والأراضي الإسرائيلية المحازية للحدود اللبنانية تقريبا نفس الطبيعة فهي تستعمل المسالك الوديان والتلال والهضاب وعلى علوم خفض يصعب اكتشافها من قبل الرادارات لذلك فهي تستطيع التسلل والوصول إلى أهدافها خاصة إذا ترافقت مع إطلاق صليات صاروخية كثيفة جدا تجعل الدفاعات الجوية تفشل في اعتراضها تلتهي في الأهداف الأخرى وهذه تتسلل كالحرامي لتصل إلى هدفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر